السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سؤال متكرر ازاي نعمل ايقاف او ديزيبل لويندوز عشرة ابديت اللي هو التحديث بتاع ويندوز عشرة لاسباب كثيرة جدا دون الخط فيها ولكن بكل بساطة ندخل على الموقع ده وسهولك بازن الله في الوصف واكتب بس هنا كده ستوب وين ابديت والي سيرش عنه هيجي لك على طول تولز كده بسيطة جدا ده اخر اصدار منها الويب فيرجن اتنين بوينت تمانية في شهر خمسة الفين واحد وعشرين تمام دوس بس اضغط كده بس هنا كده عليها بعد كده هيجيب لك الوصف وبتعمل ايه وهكذا وبعد كده بقول لك ان انت عشان تعمل لها ده واللود اضغط هنا خلي بقول لك ان حجمه صغير جدا حوالي ميجا وتلت اوكي بعد كده خلاص بيفتح لك الصفحة دي قوله انا عايز شوف والله اللي اللي معايا بيجيب لك كل المواقع اللي هو عمل لها آآ رفعة للأداة ويقول لك هنا كمان لو انت عايز تروح للموقع ممكن تعمل تشيك علشان تشوف الأداة موجودة ولا لأ يعني مثلا هنا هو مش عارف هنا الأداة مش موجودة هنا الأداة موجودة وهنا الأداة موجودة بكل بساطة انت اقول له بعد اذنك والله انا عايز اروح للموقع ده علشان اعمل ده واللود للأداة قوله طيب انت قدامك اللينك ايه او ممكن تقول له بعد اذنك ان انا عايز اعمل زيارة للموقع عشان اعمل ده واللود للأداة بمجرد ما بتعمل زيارة للموقع بيقولك ان انت انا لقيت الملفة ههو فيرجان اتنين وتمانية وبيقولك ان ادى الابديت بتاعه اللي هو خمسة واحد الفين واحد وعشرين خمسة واحد شهر خمسة الفين واحد شهر واحد يوم خمسة الفين واحد وعشرين وبعد كده انت ممكن تضغط على دول كده وتقفلهم وتقول له عميل لي ده واللود طبعا ان اقول ده واللود هتروح جايلك ممكن تجي لك أعلانات بمجرد ما تجي لك النافزة دي اعمل ده واللود حجمه صغير جدا وبكده بنكون عملنا ده واللود للأداة انا طبعا اعمل لها دول لود من قبل كده ده الازدار القديم وده احدث وده احدث بعد كده دابل كليك عليها يبتشغل بكل بساطة من غير اي ستب وبيقولك انا اختار الاختيارات اللي انت عايزها علشان اعمل لها ديزيبل طبعا على فكرة يبتعمل العملية واكسها يعني ممكن تقفل ان انت تعمل ديزيبل للويندوز افديت وممكن تشغله مرة تانية فانت هنا بتقول له ديزيبل ار اينيبل الويندوز افديت لو قلت له اينيبل يشتغل الويندوز افديت طيب انا مش عايز اشغاله اقوله ايه ديزيبل ويندوز افديت كذلك الحال بيبعندك اختيارات كتيرة جدا زي مثلا ايه اللي هي مثلا الحاجات الخاصة بالقاب وبعد كده مثلا الحاجات الخاصة بالويندوز ديفندر اللي هو مضاد الفيروسات تا الويندوز وده طبعا يفضل ان انت متعملوش ديزيبل خليه دايما اينيبل عشان ده بيعمل افديت ضد الفيروسات فانت ممكن تعمل ديزيبل هنا وممكن برضو تعمل ديزيبل ده مناسب دي لأ ما تعملش فيها اي حاجة سيبها زي ما هي كده او خليها اينيبل ما تقفلاش لو سمحت وبعد كده برضو ممكن تعمل اللي هو الاوتوماتيك ديفايز درايفر اللي هو التحديثات بتاع التعريفات اعمل لها ديزيبل وديزيبل كمان الاوتوماتيك اوفلاين مابس اللي هي الخرائط تخليها ديزيبل واعمل ديزيبل كمان اللي هي الجزء ده كده وبكده يبقى احنا عملنا تزيبل لكل حاجة في الويندوز 10 ما عدا يفضل انت تسيب الويندوز دي فيندر يكون شغل طيب لو انا رجعت في كلامي وعايز اغير الكلام ده ممكن ارجع يعمل انابل ليوم كلهم بدل ما اختار تزيبل اختار انابل 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 وكل الموضوع تقول له نيكست هتتنفس كل الاوامر بتاعتك في ممتعة دقة وصرها اداة سهلة بسيطة صغيرة وان شاء الله عملية جدا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته